السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير من المهم جدا ان انت تسمع الفيديو ده للاخر لانه هينكذك من مشكلة كبيرة قرب التحصل طبعا كلنا عارفين ان ويندوز عشرة هينتهي دعم عنه بشكل رسمي آآ في نهاية الفين خمسة وعشرين يعني خلاص ميكروسوفت مش هتنزله اي تحديثات امان او حماية ده طبعا بيخلي جهازك متعرض للاختراك والفيروسات ومجرد ما تتصل بالانترنت طيب هل معنى كده ان احنا مش نقدر نستخدم ويندوز عشرة او ان انا اضطر ان انا احدث الجهاز بتاعي عشان انزل ويندوز حداشر لا حضرتك ممكن نحل هذا الموضوع بمنطقة البساطة بدون ما نرمي جهازنا القديم او ان اعنا نعمل له عملية تحديث تكلفنا في لوس كتير الحل طبعا هو ان احنا نستخدم ويندوز عشرة انتربرايز او واحد واشرين اتش تو طبعا النسخة دي نسخة امنة سريعة جدا تنزل لها تحديثات امان للحديث سنة الفين اتنين وتلاتين يعني قدامك سبع سنين وانت مرتاح طبعا هنعمل ضمعة بعض ازاي لو حضرتك حابب تعرف تابع معي الفيديو للنهاية طيب هنعمل ده مع بعض ازاي الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها ان انت حضرتك هتفتح المتصفح بتاعك وتكتب فيه ويندوز عشرة انتربرايز اللي تي اس سي سي عشرين واحد وعشرين هيفتح معاك بالصورة ديت تبدأ تاخد الخيار التاني تنتظر لحديث ما يفتح معاك هتبدأ تنزل لتحت وبعد تروح رايح على ويندوز عشرة اللي تي اس سي سي طبعا من هنا هتلاقي فيه نسخة كتير هتختار النسخة اللي انت عايزها انا طبعا هنزل النسخة اللي هي باللغة العربية فيه عندك طبعا اربعة وستين بيت وستة وتمانين فانت تختار النسخة المناسبة لك انا هختار اربعة وستين بيت لان الجهاز بتاعي اربعة وستين هتبدأ تضغط على دوي اللود هتبدأ تظهر معاك النسخة النسخة طبعا حوالي اربعة جيجا وربعمية ميجا طبعا هنا هننتظر الحين الانتهاء من التحميل فانا عشان ما طولش عليك الفيديو هوقفه لحين الانتهاء من تحميل النسخة وارجع عليك مرة تانية لما تحمل النسخة تظهر معاك بالصورة اللي حضرك شايفها في الوقت ده هكون مجهز برضو برنامج ليحرق النسخة في الوقت ده هتبدأ تضع فلاشة في قلبي جهاز الكمبيوتر الخاص بك زي ما حضرك شايف كده الفلاشة بدأت تفتح هبدأ اروح رايح على برنامج هضغط عليه هقول له نعم هنتظر طبعا الحديث من البرنامج يفتح معي زي ما حضرك شايف كده البرنامج فتح معي وقالطول ارى النسخة وارى الفلاشة هبدأ احدد له مكان النسخة تمام انا حطيتها على سطح المكتب هعلمها لو اضغط على فتح هنتظر لحديث من البرنامج يقرأ النسخة نبدأ نروح لمخطط التقسيم طبعا عندي يا اما جي بي تي يا اما بي ام بي ار هعرفها ازاي ديت كل انت هتعملها تضغط على قيمة انتر وتروح رايح على قدارة الاقراس هتنتظر لحديث ما قدارة الاقراس تفتح معاك بالصورة اللي حضرتك شايفها هتبدأ تنزل على ارس السي تضغط كليك يمين تضغط على خصائص تمام وتنتظر لحديث من النفذة تفتح معاك هتروح رايح على وحده التخزين هتلاقي نوع وحدة التقسيم طبعا انا عندي هنا جي بي تي فاختار جي بي تي لو كان عند حضرتك ام بي ار هتختار ام بي ار بما ان انا جي بي تي فاختار جي بي تي تبدأ تضغط على بيد هيبدأ طبعا تعلم على الخيارين الاخرانيين تعطيل جمع البيانات وتعطيل التشوير التلقائي اللي هو بي تلقائي اغطي على اوكي هيبدأ يحذرك ان كل البيانات اللي موجودة على الفلاشة هيتم مسحها تبدأ عملية اه نسخ النسخة على الفلاشة طبعا انا في الوقت ده هوقف اه الفيديو عشان ما طولوش عليك وهارجع عليك مرة تانية بعد انتهاء اه نسخ النسخة بالكامل على الفلاشة زي ما حركش شايف كده عملية النسخة مستمرة اه وصلت الحديد مية في المية هيبدأ طبعا يبدأ يقول لي جاهز هبدأ اضغط على اغلاق طبعا في الوقت ده حضرتك لازم تبقى عارف اه هتدخل على مفتاح البيوز بتاع السيتاب الويندوز منين انا هنا مجهاز لك اه صورة بقى اشهر الاجهزة وايه المفاتيح اللي اضغط عليها عشان تدخل على مفتاح البيوز زي ما حضرتك شايف كده هبدأ اتكبرها معي طبعا جايب لك اشهر الاجهزة طبعا انا الجهاز بتاعي اتش بي فهبدأ اضغط على اف تسعة طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل انت هتعمله هتروح رايح دوقتي على قيمة تبدأ تعمل اعادة تشغيل وبعد كده هتضغط على مفتاح اف تسعة بعد اعادة تشغيل وضغطنا على مفتاح اف تسعة يبدأ يدخلني على شاشة السيتاب زي ما حضرتك شايف كده فانا انتظر لحديد ما النسخة تقرأ معنا نبدأ نختار اللي هي العربية مصر تمام هختارها واضغط على التالي وبعد كده اقول له التثبيت الان تمام هنتظر هبدأ اوافع على الشروط هبدأ اعمل تخصيص هضغط على اللي هي تهيئة للقرص هيبدأ طبعا يعمل لي عملية نسخ للملفات هنتظر طبعا لحين الانتهاء من التثبيت النسخة طبعا سريعة جدا وخفيفة اه فيهاش اي مشكلة خالص اه خالية طبعا من التطبيقات اللي بتفرضها عليك ميكروسوفت اه اللعابة الوحيدة اللي موجود في النسخة نياه ما فيش فيها مطجر ميكروسوفت لكن ده بازن الله هتترك ليك في صندوق الوصف ازاي تثبت اه اللي هو المطجر بتاع ميكروسوفت على النسخة بمنطقة البساطة يعني هسيب ليك في صندوق الوصف بتاع الفيديو ازاي تثبت المطجر بتاع ميكروسوفت عشان تحمل اي تطبيقات حضرتك حبيبها طبعا اه هنا اه تم تثبيت كل الملفات ثبت التحديثات طبعا هيبدأ يعمل عملية رستارت حضرك هتنتظر لما عملية رستارت اه تنتهي هيبدأ يتابع معاك عملية تثبيت النسخة هيبدأ يعرف كل القطع بتاع الجهاز الخاص بيك زي ما حضرك شايف كده هننتظر لحين الانتهاء من تعريف جميع قطع الجهاز هنوصل طبعا مع بعض عملية التثبيت العملية بتاع التثبيت دي عملية سريعة جدا لان النسخة خفيفة جدا وسريعة جدا وفي نفس الوقت بتقبل تحديثات الامان اه من شركة ميكروسوفت لسنة اتنين وتلاتين يعني معاك سبع سنين هتشتغل برضو بنسخة اه ويندوز عشرة اللي تي اس سي طبعا النسخة دي مخصصة للشركات والمصانع يعني نسخة امنة ثابتة اه ما بيحصلش فيها اي مشاكل خالص يعني اه نسخة قوية جدا هنا بيقول لي لحظة واحدة هنتظر هبدأ اختار مصر اللي هي المنطقة هضغط على طبعا كلمة اه نعم كمام هنقول لي لحظة واحدة هتابع عملية التثبيت هبدأ اختار العربية مية واحد هقول له نعم هقول له لا هتخطأ اللي انا اعمل لوحة مفاتيح اضافية هيقول لي لحظة واحدة هتابع برضو عملية التثبيت هيبدأ هنا يطلب مني ان انا ادخل شبكة الواي فاي الافضل في الوقت ده حضرتك تبقى فاصل الانترنت عن الجهز بتاعك عشان يبقى عملية التثبيت اه اسرع هبدأ اقول له ليس لدي اتصال بالانترنت هيقول لي لحظة واحدة هنتظر هقول له متابع مع الاعداد المحدود تمام هيبدأ يعمل لحظة واحدة ويبدأ يعمل عملية رستارت ويقرر علي نفس الرسالة مرة تانية طبعا الافضل زي ما قلت الحضرتك الحضرتك ما تكونش على اتصال بالانترنت عشان عملية التثبيت تبقى سريعة في الوقت ده هبدأ ادخل الاسم بتاع الجهاز الكمبيوتر هتبدأ تسميه بالاسم اللي انت حبه فانا هنا هبدأ اسمي الجهاز الخاص بيا باسم مصطفى هبدأ اكتب كلمة مصطفى وبعد كده هضغط على كلمة التالي انشاء كلمة مرور هعملها عملية تخطي ممكن ابقى اعملها بعدين تمام هبدأ كل الاعدادات الخصوصية هنا اقفلها عشان ميكروسوفت ما تتتبعش الخصوصية الخاصة بتاعتك كل الحاجات بي هقفلها طبعا ده بتسرع النسخة وبتقلل من استهلاك الانترنت على النسخة هبدأ اقول له قبول كل الاعدادات الخصوصية ده هقفلها مفيش اي قيمة ليها تمام هيبدأ يقول لي مرحبا وهيبدأ يجهز لي سطح المكتب للدخول على النسخة زي ما حرارك شايف كده بيقول لي انه هو الموضوع ده هيستغرق وقت وانه انت ما تعملش اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر او اعادة او ايقاف هيبدأ يدخني على طول على سطح المكتب بتاع النسخة زي ما حرارك شايف كده دخلنا على هو سطح المكتب هبدأ اروح رايح على اعدادات الجهاز عشان اشوف النسخة اللي انا سبتتها هروح رايح على النظام ومن النظام هبدأ ادخل حول الجهاز هبدأ انزل تحت زي ما حرارك شايف كده النسخة اللي انا سبتتها اللي هي ويندوز 10 انتربرايز LTSC 21H2 نسخة قوية جدا وسريعة جدا زي ما قلتها لحضرتك طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون امتهى لو انت استفدت منه طبعا وتعلمت شي جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته